لا يعادل ثبات الأذرع الإيرانية في المنطقة إلا انزلاق أقدام النظام في عقر داره مع غياب توافق بين أقطاب الحكم لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية صراع سياسي محتدم حول طريقة إدارة البلاد في ظل ظروف صعبة تتزامن مع فتح واشنطن جبهة جديدة في تصعيدها ضد إيران بدعوتها إلى مؤتمر دولي مناهض للسياسات الإيرانية منتصف الشهر المقبل مع فرض أوروبا عقوبات جديدة على وزارة الاستخبارات الإيرانية في كانون الثاني الجاري رسالتان مجهتا إلى المرشد الإيراني كشفت عن مضمونهما مواقع إيرانية أكدتا وجود صراع كبير داخل أجنحة النظام الإيراني الأولى للرئيس السابق محمود أحمد نجات يهاجم فيها الرئيس حسن روحاني والأخوين علي وصادق لارجاني رئيسي السلطة التشريعية والقضائية في البلاد ملقيا بمسؤولية تدهور الأوضاع في إيران على عاتقهم ثم رسالة أخرى لثمانية وزراء في الحكومة تدعو خامنعي لإصدار تعليمات لمجمع تشخيص مصلحة نظام تؤيد انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب ومعاهدة مكافحة الجرائم العابرة للحدود بهدف التخفيف من حدة العقوبات الأمريكية في الوقت ذاته تحذر إيران على لسان رئيس هيئة أركان القوات المسلحة محمد باقري من أنها ستكون بموضع وصفه بالهجومي للحفاظ على مصالحها باقري أكد أن بلاده قد تضطر لسلوك هذا النهج إن تعرضت مصالحها للخطر مضيفا أن قوات بلاده لن تسكت إذا ما قرر الطرف ما تهديد العمن الإيراني ومستحضراً للمناورات العسكرية الأخيرة التي أجرتها قواته في الخليج العربي لتأكيد جاهزية القوات الإيرانية رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي حذر أوروبا من تبعات عدم تقديم الآلية المالية المفترض إقرارها ومنحها لإيران بغية الاستفادة من العلاقات التجارية عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي على أن تستمر إيران في تقييد نشاطها النووي معتبراً أن العدام الثقة بين الطرفين يعني خسارة ستلحق بكل الأطراف دون استثناء